الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تعودنا منه خلال الفترة الماضية خرج أيضا بشكل كان مفاجئ وتحرك على المحاور والطرق ليتابع حياة الناس تابع سير العمل يتابع الحركة فكان في طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ووقف على مجموعة من سيارة الرئيس بيتحرك بسيارته بشكل مفاجئ ومفرد أيضا وبيلتقي مع مواطن وتكلم مع أحد المواطنين حديث عفوي بشكل في هذا المكان في طريق مصر السمعيلية الصحراوي والرئيس بيتأكد من الالتزام باتباعد الاجتماعي الكمامات وغيره وتكلم مع مجد أنور رئيس مجد دارة الشركة الوطنية للطرق وجه الرئيس بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمة اللي هي مراكز التموين السيارات اللي هو المحطات البنزين متكاملة بتقدم خدمات متكاملة للمواطنين يعني الرئيس بيتحرك بيتابع أدق التفاصيل وبيفاجئ العاملين ويفاجئ المواطنين في أماكن تجمعهم ليقف على ما يصدره من تعليمات بتنفذ ما يعترض حياة المواطنين يحاول أن يخفف يعني دي سنة حسنة بيسنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الخروج للمواطنين دون ضجيج ودون ترتيب هو بشكل منفرد يعني دون مصحبته للمسؤولين بيحتك ويشوف في نفسه هو بيشوف في نفسه تكلم الرئيس حتى كنا شايفينه أول مبارح ويكلم فيه افتتاح بعض المشروعات والمباني والتعديات وهذه الأمور الرئيس بيتابع بنفسه بيشوف بنفسه لأنه لا يعتمد فقط على التقارير التي تصله وإنما يخبره دي دعوة برضو أخدها من الرئيس لكل المسؤولين خرجوا من مكاتبكم واقتدوا وتأسوا بالرئيس وهو بيمارس الرقابة بيمارس المتابعة بيحتك بالجماهير بشكل مباشر ودون وسيط لأنه هذا هو السبيل الوحيد للوقوف على الحقيقة النهاردة برضو الرئيس السيسي زي ما قال السفير بسام راضي بتحدث الرئيس باسم الرئاسة الرئيس عبد الفتاة يستسلم أوراق تسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء غينيا الاستوائية والسنغال وتنزانيا ولاتفيا والبحرين وروسيا الاتحادية وأكد الرئيس للسفراء أثناء تسلموا أوراق اعتمادهم أن مصر حديث على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في كافة المجال